فإذاً عندما ندرس رسالة أفسوس تذكر أن هذه معجزة عظيمة جداً حدثت أن الله سمح لدخول الأمم لدرجة أنه كان بولوس بحارب دعاة التهويد اللي كان ينادوا لازم تكون يهودي قبل ما تكون مسيحي لازم تختفتاً وتمارس وتحافظ على أعمال النموس إلى درجة حدث المجمع الأول في أورشاليم حتى يحسموا في هذه القضية أنه ما فيش داعي لا حاجة للأمم أن يتهودوا أو يختتنوا حتى يكونوا من شعب الله وهكذا انطلق بولوس رسول بالبشارة الصارة والأخبار المفرحة للأمم أنهم شعب غالي على قلب الرب محبوب من الرب وأنهم طبعاً مدعوون من قبل الرب حتى يكونوا شعب الله فتخيل معي هذه الرسالة في أفسوس اللي غيرت كل التاريخ في هذه المنطقة وفي آسيا الصغرى بسبب طاعة بولوس الرسول لصوت المسيح أنه ذهب للأمم وتألم من أجل المسيح وأخذ مواقف حاسمة في حياته لكي يتكلم للأمم ببشارة نعمة الله وبخلاص يسوع المسيح اشتركوا في القناة